النساجون الشرقيون هل هي حرقة عبقرية أم تحيل على القانون المصري؟ ما القصة؟ أعلنت شركة النساجون الشرقيون المصرية قيام كل من ياسمين وفريدة محمد فريد ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح شركة FYK Limited في حدث شغل الرأي العام المصري في بيان كشفت من خلاله البورصة المصرية أن ياسمين محمد فريد وأختها فريدة محمد فريد باعت كامل حصتيهما في الشركة بنسبة 12.5% لكل منهما أصبحت شركة FYK Limited مالكة لنسبة 24% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد المالكتين لشركة FYK Limited بنسبة 100% أي إنهما ظلا يحتفظان بنفس النسبة التي كانوا يمتلكونها في شركة النساجون لاستجاد بشكل غير مباشر وبحسب الخبراء مع انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات بريطانية يجعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي في حال حدوث أي نزاع البنك المركزي بيرد بتعليمات مشددة للبنوك المصرية بعدما حدث من ملاك النساجون الشرقيون وأثارت تلك الحركة جدلا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي وشبكات التواصل الاجتماعي من مؤيدين للحركة بسبب الوقائع الصابقة للدولة مثل صفوان سابت وابنه وشركة جهينة وبالمعارضين مؤيدين مقاطعة منتجات النساجون الشرقيون اشتركوا في القناة